بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات On Time Spots في كل مكان وأهلا بحضراتكم في استكمال بقى بطولة كاس مصر موسم 2024 في النسخة الـ 92 نسخة مميزة وغريبة طيب مميزة وغريبة في ايه؟ احنا لو رجعنا مع بعض كده سريعا تاريخ الكاس كل النسخ الماضية فاس بيها فقط 12 فريق 12 فريق قدروا يكونوا أبطال لكاس مصر سواء مرة واحدة اتنين أو أكثر الـ 12 فريق دول من ضمنهم فرق واخد عدد كبير زي الأهلي واخد 39 الزمالك واخد 28 والاتحاد 6 والترسانة 6 نقولون العرب 3 نسخ عندنا الإسماعيلي مرتين فقط الأولمبي مرتين فقط أمبي مرتين حرس الحدود مرتين المصري مرة والقناة مرة والترام مرة طيب الطريف دقيه أن كل الفرق دي كل الفرق دي وتحديدا الفرق اللي واخده أعداد كبيرة جدا زي الأهلي والزمالك خرجوا من البطولة متبقي اتنين فقط هو النادي الإسماعيلي اللي عنده لقاء اليوم والنادي المصري اللي عنده لقاء في السيمي فاينل طيب الفرق دي هل لها وصل فاينل؟ الإسماعيلي وصل 6 مرات فاينل أربعة كان وصيف وفاز ببطولتين تقريبا أخرها كان سنة 2000 النادي المصري وصل 10 مرات للفاينل تسعة كان وصيف وقدر يحقق البطولة مرة واحدة من الفرق اللي مكملة معانا على فكرة كمان قدر يوصل منهم للفاينل تلاقي الجيش قدر يوصل للفاينل مرة واحدة ولكن ما قدرش يحقق البطولة وكان وصيف بيراميز أيضا وصل للفاينل مرتين ولكن كان في المرتين وصيف ده كلام سريعا عن تاريخ الكاس قبل ما نتكلم عن لقاءات اليوم في دور التمانية النهاردة معانا لقائين لقائين ليهم معاني كتير جدا كل فريق جاي من الأربعة دول عينه عاوز يوصل على السيمي فاينل ومن ثم كمان يروح للفاينل ويتوج بالبطولة عندنا اللقاء الأول طرق الجيش والإسماعيلي لقاء قوي جدا هيكون الساعة 6 على ستات جهاز الرياضة لقاء تاني الساعة 9 مساء مودرن سبورت وزد على أستاذ السلام كل فريق من دول عنده دوافع تلاقي الجيش جاي مع كابتن عبد الحميد باسيوني عايز يتوج أو يفوز بالكاس بعد ما قدر يفوز مع كابتن عبد الحميد بالسوبر والإسماعيلي عايز يعمل إنجاز في سنة المقاوية بقاله فترة كبيرة جدا لم يتوج ببطولة الكاس يعني 24 سنة فعاوز يكمل ويفوز ببطولة في سنة المقاوية ويحتفلوا ببطولة في مقاوية الإسماعيلي أما مودرن سبورت عايز يكمل بشكل جيد عايز بعد ما مشيين بأداء جيد في الدوري بقالهم أكثر من موسم يحط بطولة في تاريخه وزد الصاعد والواعد لبطولة الدوري بشكل كان قوي وماشي كان بشكل يعني زي ما نقول كده بلغة الكورة بيعرفوا يوقعوا الفرق الكبيرة أثبتوا نفسهم من أول لقاء لحد آخر لقاء عايز كمان يقول أنا أقدر أكون موجود بلعبتي بمدير الفني ووصل لأبعب مكان في بطولة الكاس طب هل في لقاءات تحددت من السيمي فاينال طبعا في لقاءات تحددت عندنا اللقاء المصري وفيراملز وده لقاء هيكون شارس جدا اللقاء هيكون يوم الثلاث سبعة وعشرين أغسطس الساعة تسعة مساء على استاد برج العرب المصري اللي قدر يحقق البطولة من قبل وقدر يفوز قبل كده عايز بقى يزود حصلته من بطولة الكاس للنسختين وقال لا أنا وصلت عشر مرات فاينال تسعة وصيف عايز أوصل 11 مرة بس أكون مرتين بطل برامدز نفس الكلام عايز يوصل للفاينال رقم 3 ولكن يوصل للفاينال بفوز يكون مهم عشان يحقق أول بطولة في تاريخه وتكون الأعرق وهي كاس مصر الفاينال أو السيمي فاينال التاني هيكون بقى الفائز بين طلق الجيش والإسماعيلي وكمان الفائز من مودرن سبورت وزد اللقاء ده هيكون الساعة 9 أيضا يوم الثلاثة نتمنى نستمتع بلقاءات قوية جدا في آخر خطوات في كاس مصر نسخة الـ 92 ترجمة نانسي قنقر